أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والبداية هي حال إسماعيلي الإسماعيلي اللي بنتمناه في صورة جيدة وطيبة كل عام كل مسم نقول إسماعيلي المسم ده هيبقى أحسن من قبله الإسماعيلي بيخسر مباراتين في أول الدوري ورئيس نادي جديد هو الأستاذ يحيى الكومي وبمجرد وصوله لرئاسة النادي يتحدث عن انتقادات للمدير الفني يتحدث عن تغييرات للجهاز الفني المدير الفني الذي ما زال يمارس عمله هناك انتقادات ليه وهذا المدير الفني المحترم الكابتن الكبير كابتن طلعت يوسف يرد هو الآخر على رئيس النادي تراشقات نتائج سلبية هزائم وخسائر ووضع الإسماعيلي يحزن يدايق يحزن ويدايق ليه عشان الأسماء اللي أنا قلتها كلها دي خلونا نحب الإسماعيلي ونعشأ كورة الإسماعيلي ونحترم الإسماعيلي ونشوفه دايما النادي كبير وفريق كبير بجمهور عظيم جمهور الدرويش اللي بيحصل في الإسماعيلي ما يرضاش بيه أي حد بيحب الكورة مش بس جمهور الإسماعيلي لا نرضى بنتائج سلبية للإسماعيلي متكررة ولا نرضى بيه تراشق في التصريحات بين رئيس نادي ومدرب حتى لو هذا التراشق كان تراشق دون تجاوز ولكن تراشق يدايق يدايق رئيس نادي ويدايق المدرب عموما جمهور الإسماعيلي مش مستحملة الأوضاع دي مش مستحملة الهم دا على فكرة من حق رئيس النادي انه يغير المدير الفني لو ارتقى ان ده في صالح نادي وفي صالح فرقيته بس غير يعني غير ما يبقاش التصريحات إعلامية وتصريحات جماهرية والمدير الفني لسه قاعد في أرض الملعب بيدرب دي مش حاجة منطقية يعني منفعش يبقى المدرب في أرض الملعب وانت تنتقده أو تقول انك هتغيره وهو لسه موجود في التدريبات ماشيه وبعد كده قاعد المدرب اللي انت عايزه ده حقك بالمناسبة يعني جمهور الإسماعيلي اللي معانا على الصورة مش عارف معانا صوته هلاقه بس جمهور الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي حرام اللي راح ملاعب أو راح ملعب إسماعيلية يعرف الجمهور ده عدي إيه بيعشق الكورة بيحب الكورة ملعب إسماعيلي ده مدرجات الدرجة التانية مدرجات اللي في وسط الملعب دي مدرجات تاريخية اللي قدام حضراتكم انت لو بتروح في استاد إسماعيلية وتسمع الجماهير وهي بتضرف في الأرض بتسرخ بتهتف حاجة في منتع الحماس نازل بتاعشق الكورة ومنازل حياتها كورة فاللي بيحصل في الإسماعيلي بقى له كم سنة بتغيير إدارات بتغيير أشخاص بتغيير مدربين نفس الوضع بسناء يعني شوية تحسن في قدر الإسماعيلي كم مع الكبت نعب جلال الموسم الموضع عشان ندير كل واحد حقه لكن الوضع في الإسماعيلي يدايق أي حد يدايق أي حد بيحب الكورة ربنا يصلح الحال ربنا يعني يولي اللي فيه الصالح بالنسبة للإسماعيلي وجماهيلي الإسماعيلي بكتير من السنوات المضاية الإسماعيلي طول متعودين على الإسماعيلي ممكن يلعب موسم موحش موسمين وحشين لكن موضوع طول بقالنا فترة بنقول الإسماعيلي مش كويس الإسماعيلي كفريق لا نجوم بتطلع من الإسماعيلي زي زمان ولا نتائج جيدة ولا ملاكز متقدمة فالإسماعيلي مش هو الإسماعيلي اللي احنا من ساعة ما تولدنا أو من ساعة ما وقعنا على الكورة شفنا الإسماعيلي هو الفرقة الحلوة اللي بتلعب كرة حلوة اللي بتلعب كرة برازلية اللي بتدايي الأهلي اللي بتدايق الزمال الكورة اللي بتدايق أي فريق وتاخد بطولات كمان ده الإسماعيلي اللي احنا نفهمه ده الإسماعيلي اللي احنا نعرفه ده الإسماعيلي اللي احنا نتمنى نشوفه في الأيام القادمة ولعل ده يحدث مستقبلاً في المستقبل القريب أقصد مش المستقبل البعيد ده بالنسبة للإسماعيلي